يا سادة عايزين نتعلم أداب الفراء لما تفارق فارق بمعروف ولما تعيش عيش بمعروف لما تفارق فارق بإحسان خليك جميل المفارقة عشان لربما تكون المفارقة دي باب جديد للقاء وما تكونش نهاية مؤلمة لحياة عايشي لتأمانها الأولاد ما تخليش أولادك يأكلوا المرار اللي انت عتصنعه انت وزوجتك يا سادة البيوت مش مستحملة وعشان كده أرجوكم ما تحملوش البيوت فوق ما تطيق وعيدوا تفكيركم مرة تانية وتالتة وربعة قبل ما أي حد فيكم يزود عبق على البيت وخاصة استحلفكم بالله ما تخليش أجمل حاجة فينا وأبرأ حاجة فينا وأطهر حاجة فينا وهم الأطفال إنهم يتحولوا إلى سبب شقائق الأسرة فكروا مليون مرة قبل ما تجيبوا طفل والطفل ده تيجوا بعد كده تحسسوه إنه كان سبب وجعكم وسبب ألمكم وإنتوا في كل لحظة بتعيشوها وإنتوا مفاكرين إن الطفل ده عبق إنتوا اللي بتئزوه إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول وممكن يكون تضيع من تعول مش بس وهو عايش قبل ما يوصل للدنيا كمان يا رب يهمنا السواب ويهمنا التوفيق ويهمنا المدل ويهمنا الحكمة إن إحنا نقدر بسهولة نوصل إن إحنا ندير حياتنا بما يحافظ على نعمتك ويجعلنا دايماً عاشين في راحة البال وفي السعادة والهنة بإنك تنظر إلى بيوتنا بالمواد ده والرحمة فندير هذه النعمة وما نظلمش حد ولا نظلم أنفسنا بإن إحنا نجيبه للحياة وهو مفيش أسباب الراحة لي يا رب يهمنا الحكمة ويهمنا التوفيق والسداد ويجعلنا دايماً في محل نظرك متنورين بنور الحكمة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يجعلنا دائماً في من ألهمتهم الصواب في كل وقت وحي اشتركوا في القناة